جائزة نوبل يشعرون بالقلق الشديد لأنه واخد جائزة نوبل وبدأوا يدعوه إلى سرعة حل الأزمة سلمية توقف من فضلك لأنه أتوقع أن أبي أحمد لن يحل الأزمة سلميا وأتوقع أن لا تنتهي الأزمة سريعا وأتوقع أن تقوم جائزة نوبل بسحب الجائزة من أبي أحمد لأنه ملح الجائزة نتيجة ما روج له بأنه رجل إصلاحي ورجل سلام واتفاقية السلام مع ساسي أفورقي مع أصمرة مع ريتريا كل ده اداله الكريدت أنه هو يبقى لكن ما يقوم به الجيش الإثيوبي من قصف الإقليم التجري أنا أتصور أنه تطور رهيب جدا قد يؤدي إلى ما نسميه جرائم حرب في هذه المنطقة